يا مساء الورد والياسمين يا رب تكونوا بخير النهاردة فيديو مختلف نهائيا عن اي فيديو عملت قبل كده الفيديو ده انا بحضر له من شهر عشرة طبعا انا هنا جبت السمك البوري كان بصراحة فريش وحلو جدا في الستور فانا جبت كمية مش كبيرة بس حجم السمكة كبير يعني حوالي كيلو او اكتر من كيلو بشوية كمان انا هوزنها معاكم بعد شوية في الفيديو كان واهم بس طبعا يعني السمك بما انه كل حاجة غلية السمك زايد 8 و 3 اضعاف عن اللي كنت بشتريه جبل كده هبتأ اخلل السمك الفيسيخ هنا عندي ملح خشن وعندي شطة سوداني هم المكونين دولا بس اللي هخلل بهم الفيسيخ طبعا الملح حوالي اكتر من كيلو والشطة يعني نص كوبايا كبير مفيش اي اضافات تاني للفسيخ يا جماعة يعني ما تمشوش ورا اللي يقولك كوركم ومش عارفة ايه وزيت وكلام ده كله مفيش الكلام ده يعني الطريقة دي انا يعني جايبها من الناس اللي بتعمل الفيسيخ وبصراحة يعني مش عايزة اشكل في روح الفيسيخ ضغط لها احلى من بتاع المحلات اللي بره كنا احنا جهزنا الحشو بتاع الفيسيخ اللي هخلل بيه هنا هبدأ اوزن السمكة نشوفه هيطلع كده معانا هنا عندي السمكة اه كيلو هو المفروض كيلو مية ستة وتلاتين عشان مية اربعة وتلاتين سوري عشان اه كان ستة جرام زاد لما انا ده يعني عملت بايدي يعني اكتر من كيلو اول سمكة والتانية اه كيلو ومية جرام مية وستة كلهم في المستوى ده ما فيش اجل من كيلو طبعا انا ما نجيتش اكبر حاجة كانت موجودة يعني انا جبت الواسط طبعا هنا بعد ما غسلت السمك وصفيته كويس خالص حوالي اربع ساعات او خمس ساعات اه في المطبخ كنت سايبها في المطبخ بس ما ما سبتوش اللي هو يوم كامل وكده الحشرات تيجي عليه لا هو اربع خمس ساعات يعني جو دي ناف للسمك انه يتصفى خليت الراس من تحته وتصفى كامل بعد ما غسلته كويس خالص واحطله الملح يعني هخلي الخيشين كده مفتوحة من كتر من الملح فيها مش راضي مش راضي مش راضي تكفي العلن الملح بس الموضوع سهل جدا يعني بس عايز اللي يجسي جلبه شوية ويخد التجربة في الغلوة اللي احنا فيها يعني الموضوع انك انت دي عمل حاجة وتخاف انه واضبوز لا الموضوع صعب بس فانا نشكر ربنا عشان انا بعمل كده من سنين طويلة من وقت ما جيت امريكا انا بعمل الفسيخ بعمل الفسيخ والملوحة وبعمل السمك البيبي ده برضو بس فانا متعودة عليه يعني بعمله على طول ما بخلهش يعني لازم يبقى موجود في البيت بس هنا برضو بعد ما عملت كبس الخيشين كويس خالص هكفر الجسم بتاعه برضو بالملح هعمل كل الكمية بالملح والشطة الفسيخ يا جماعة ما فيوش اي اضافات عن الملح والشطة مفيش حاجة اسمها كوركم لانه تتحط للفسيخ يعني الناس بتجود من عندها عشان ممكن تدي لون لا انا مش حابة لون انا هخليني ماشى على الطريقة اللي بيعملو بها في المحلات اشتركوا في القناة 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 بى د circumstance اشتركوا في اللذة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنه مش عارفة ابدأ من فين من ناحية دي ولا من الناحية دي هرص السمك صف يعني الرأس بتاعت السمك هتكون مثلا يمين الصف اللي فوجيه هيبقى الرأس في ناحية الشمال عكس بعض هنه مكفتش كده اهو ده العكس طبعا بعد كل صفه روش ملح الملح الخشن مفيش خوف منه خالص ان هو يخلي الفيسيخي بقى مالح زيادة عن اللزوم الملح الخشن حالوته انه السمك او اي حاجة بتحط فيها ملح خشن بياخد التمليحة بتاعته كفاية بتاعته وبعد كده بيطرد كمية الملح يعني بتكون موجود اه بس خلاص بس هو ما اخد الملح بتاعه خلاص يعني مفيش خوف منه نهائيا انا عملت السمك ااا ده خللته يوم تلاتاشر عشرة بالزرق فالنهاردة بفتح عليه كده شهر ونص بالتمام يعني خمسة واربعين يوم خلص كل الكمية بنفس الطريقة انا بعد ما خلصت كل الكمية اجيب كيس بلاستيك وحط عليه الملح عشان بس اتجل السمك ما يضغط بيه السمك التحت ممكن نحط كيلو ملح كامل فوق الكيس ده ممكن اكتر على حسب الموجود بس انا هكمل الباج الكمية بس اللي فضلت معايا من التدبيلة مش هحط اكتر من كده اهم حاجة بعد ما نعمل الفسيخ ونجفل عليه نخليه في مكان يعني في المطبخ في المطبخ ما نخلهوش مثلا في البدروم ولا في حتة فيها شامس عشان ما يبوزش مني يعني في المكان اللي احنا عايشين فيه في البيت يعني في المطبخ في الدولاب بتاع بتاع طلبات المطبخ يعني اسمه اي ده بتاع حاجة الشابينج يعني بس هنا طبعا غلفت البقس بالراب كويس جدا عشان ما يطلحش اي ريحة انا خليته في الدولاب المطبخ ممكن لو حبين السمكة ما تكونش يعني مستوية خالص ممكن نفتح عليها بعد شهر انا خليتهم شهر ونص بس بما انه خلاص الصيام فالناس محتاجة تكوي الفسيخ في الصيام فانا فتحت عليه شهر ونص انا كان نفسي خليه شهرين بس الظروف تحكم يعني بس هو اوريدي يعني طلع تحفة هنا بعد الشهر ونص بالزبط خمسة واربعين يوم انا كنت شلت الرعب طبعا قبل التصوير عشان يعني بتاخد وقت شوية في التصوير السمك طالع الفسيخ ملهوش حل ملهوش حل حرفيا زبدة كده راحتهم اتجوه انا طبعا مش اقدر افتح السمك النهاردة في يعني مش اقدر افتح الفسيخ هنا في الفيديو عشان هيروح للناس يعني فان شاء الله لما اعمل شوية للبيت عندي هابقى افتح حوالكم بس الشكل بيحكي عن نفسه الريحة طبعا انا اتا يعني خلاص مش جادر استح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة